اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية قطع الودي مقدمة يقدر الباحثون نسبة من يتعرقون بغزارة زائدة بواحد بالمئة تقريبا من البالغين ان التعرق المفرط حالة طبية يسميها الاطباء فرط التعرق قد ينصح الطبيب المريض باجراء عملية تدعى قطع الودي لمعالجة فرط التعرق ان القرار باجراء هذه العملية او عدم اجرائها يعود للمريض نفسه في نهاية المطاف يشرح هذا البرنامج ما هو فرط التعرق وما هي عملية قطع الودي كما يناقش اسباب التعرق المفرط والاساليب الرئيسية لمعالجته ثم يستعرض بعد ذلك فوائد ومخاطر عملية قطع الودي التعرق التعرق هو احد وظائف الجسم الطبيعية وهو يساعد الجسم على تبريد نفسه عندما ترتفع حرارته وهذا ما يفسر سبب تعرق الناس بعد ممارسة الرياضة او عند التعرض للتقصي الحار كما يتعرق الناس ايضا عندما يتعرضون للضغط العاطفي او الانفعالي يتعرق كل من الاطفال والبالغون ولكن الجسم يتعرق اكثر عندما يصل الشخص الى سن البلوغ لا تتناقص كمية العرق التي يفرزها الجسم مع التقدم في العمر بعض الاشخاص يمكن ان يتعرقوا على نحو اكثر وعندما يحدث ذلك يقال بانهم مصابون بفرط التعرق تقوم الغدد العرقية بانتاج العرق وهناك ملايين من الغدد العرقية في الجلد تحتوي بعض المناطق على عدد اكبر من الغدد العرقية مما يوجد في مناطق اخرى من الجسم ومن هذه المناطق جلد الراحتين واخمص القدمين والابطين والمنطقتين الاربيتين يتكون العرق من الماء والملح وهو عديم الرائحة في الغالب تصبح رائحة العرق تريهة عادة عندما يمتزج مع الجراثيم الموجودة على الجلد يتحكم الجسم بعملية التعرق بشكل تلقائي للمحافظة على حرارته طبيعية ويجري ذلك بوسطة منظومة من الاعصاب تسمى الجهاز العصبي الودي او الذاتي او المستقل تصل اعصاب الجهاز العصبي الودي من الدماغ الى الحبل الشوكي وتتوزع من هناك الى مناطق الجسم المختلفة كما يتحكم الجهاز العصبي الودي ايضا بمعدل ضربات القلب وضغط الدم وغير ذلك من وظائف الجسم اللا ارادية ان الاعمال او الوظائف اللا ارادية هي وظائف الجسم التي تجري دون ان يفكر الشخص فيها تأتي الاعصاب الودية التي تذهب الى اليدين من ضفيرتين من الاعصاب تقعان على جانبي العمود الثقري وهي تبدو على مستوى اعلى الصدر يدعو الاطباء الحالة التي يتعرق فيها الابطان كثيرا باسم فرط التعرق الابطي والحالة التي تتعرق فيها الراحتان كثيرا باسم فرط التعرق الراحي اما فرط التعرق الاخمصي فهو الحالة التي يتعرق فيها اخمص القدمين كثيرا لا يشكل التعرق مشكلة بالنسبة لمعظم الناس ويمكن التخلص من الرائحة باستخدام مزيلات رائحة العرق اما الاشخاص الذين تتعرق اجسامهم بغذارة فانهم قد يعانون من صعوبات كثيرة في السيطرة على تعرقهم ولذلك فقد يواجه الاشخاص المصابون بفرط التعرق بعض المشاكل الحقيقية في ممارسة حياتهم الاجتماعية الطبيعية يدعو الاطباء الحالة التي تتعرق فيها الراحتان كثيرا باسم فرط التعرق الراحي وقد تسبب افصد السلوكيات اليومية كالمصافحة او الامساكب اليد حرجا او ارتباكا للاشخاص المصابين بفرط التعرق الراحي كما ان الكربة او الارتباك قد يزيدان الحال سوءا ويمكن ان تصبح الكتابة على الحاسوب او العزف على الالة موسيقية مثلا امرا في غاية الصعوبة قد يضطر المرضى الذين يعانون من فرط التعرق الراحي الى تعديل سلوكهم كي يتمكنوا من القيام باعمالهم اليومية فقد يضطر المريض مثلا الى استخدام وسادة صغيرة لمنع تلطخ يديه بالحبر عند الكتابة او الى استخدام المناديل بشكل دائم يحتاج المرضى غالبا الى تبديل ملابسهم الداخلية باستمرار وقد لا يكونون قادرين على انتعال الصنادل او الاحذية المفتوحة فرط التعرق الراحي هو اكثر اشكال فرط التعرق انتشارا واكثرها ازعاجا من الناحية الاجتماعية حيث يعاني المريض من الخشية من اي موقف اجتماعي يستدعي التماس بالايدي وهو ما قد يتعارض مع قدرة الشخص على التواصل مع الاخرين وقد يؤثر سلبا في حياته الاجتماعية ان المواقف الاجتماعية المحرجة او الصعبة ليست سوى احدى المشاكل التي يمكن ان يسببها فرط التعرق فقد تحدث عدوى فطرية مثلا اذا لم يقم الشخص بغسل يديه وتنشيفهما بانتظام وقد تسبب هذه العدوى الفطرية رائحة كريهة ايضا كما ان فرط التعرق يوفر البيئة المناسبة للعدوى الجرثومية وطفح الحرارة ايضا وهذا هو السبب الذي يجعل الناس يعانون ايضا من ضرورة الى اهتمام اكبر لنظافتهم الشخصية برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com اكثر من خمسة الاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية الاسباب ان سبب اصابة بعض الاشخاص بفرد التعرق غير معروف ولكن يمكن ان يكون فرد التعرق عائليا على ما يبدو يمكن ان تجعل الاضطرابات الخرمونية الجسم يتعرق بغزارة لذلك يجب استشارة الطبيب اذا بدأ الشخص يتعرق فجأة اكثر من المعتاد فقد يكون ذلك علامة على الاصابة بالسكري او فرط نشاط الضرق او العدوى يمكن ان تجعل بعض الادوية او الاغذية او المشروبات الناس يتعرقون اكثر او يمكن ان تؤثر في رائحة عرقهم ويمكن حل هذه المشكلة عند ظهورها عن طريق الافتعاد عن هذه المواد المعالجات البديلة يمكن معالجة فرط التعرق بواسطة الادوية والارحال الايوني او الرحلان الشاردي وحقا البوتوكس ومن الادوية المستخدمة في علاج فرط التعرق درايسول وحاصرات بيتا ان درايسول هو مضاد للتعرق مصنوع من كلوريد الالمونيوم حيث يوضع على راحتين اليدين بحيث يغلق القنوات العراقية بواسطة املاح الالمونيوم وهذا ما يسمح لكمية اقل من العرق بالوصول الى سطح الجلد الى كان المريض يتعرق من كل انحاء جسمه فقد ينصحه الطبيب باستعمال الادوية المضادة للفعل الكوليني التي تلجم عمل الاسيتايل كولين وهو المادة التي يستعملها الجسم لحث الغدد العراقية على افراز المزيد من العرق تتحسن الاعراض والعلامات بشكل عام في غضون اسبوعين تقريبا ولكن بما ان الاسيتايل كولين يؤثر في مناطق عديدة في الجسم فقد يعاني المريض من اثار جانبية سلبية مختلفة ان الرحلان الشاردي هو نوع اخر من سبل المعالجة التي ثبت انها مفيدة في معالجة فرض التعرق توضع اليدان او القدمان كل على حدة في وعاء من الماء ثم يرسل طيار كهربائي عبر الماء يغير الطيار الكهربائي طريقة عمل الغدد العرقية وينقص كمية العرق التي تفرزها تحتاج المعالجة بالرحلان الشاردي او الارحال الايوني الى اجراء عدة جلسات يمكن ان تكون بحدود ثلاث جلسات كل اسبوع تدوم كل جلسة من نصف ساعة الى ساعة ويعتمد الوقت الضروري على مساحة المنطقة التي تجري معالجتها وقد تكون هذه المعالجة غير مريحة ومملة الى حد ما ولكن ربما تساعد القراءة او مشاهدة التلفزيون على تخفيف الشعور بالملل في اثناء الجلسة ثم تطريقة اخرى في المعالجة وهي حقا الباطاكس والباطاكس هو المادة التي تستعمل في معالجة تجاعد الوجه نفسها وهي تقوم بذلك عن طريق احداث شلل في عضلات معينة لقد اكتشف الاطباء ان حقا الباطاكس فعالة ايضا في معالجة فرط التعرق الحاد وهو يعمل عن طريق قفل الاعصاب التي تتحكم في الغدد العرقية ان تأثير حقا الباطاكس مؤقت يستمر فترة تصل الى اربعة اشهر ويحتاج المرضى للسيطرة على فرط التعرق الى حقا الباطاكس في الراحتين كل اربعة اشهر تقريبا ان هذا الاجراء يمكن تحمله ولكنه ليس الاكثر راحة عندما لا تكون المعالجات غير الجراحية كافية للتخفيف من فرط التعرق الراحي او عندما يرغب المرضى بالتوصل الى حل دائم فقد يكون من الضروري التفكير في الخيارات الجراحية ان عملية قطع الودي جراحة يجريها الاطباء لمعالجة ومكافحة فرط التعرق في الراحتين وقد تتمكن ايضا في بعض الحالات من تخفيف التعرق في الوجه والابطين والقدمين الهدف من هذه الجراحة هو منع الجهاز العصبي الودي من ارسال اشارات الى اليدين ويكون ذلك عن طريق قطع الاعصاب الودي التي تذهب الى اليدين وتتحكم بالغداد العرقية وتعد نتائج العملية بالنسبة لمعظم المرضى نتائج فورية ودائمة لقد بقيت عملية قطع الودي هي الاجراء الطبي النموذجي نحو 30 عاما وقد جعلت التطورات الحديثة في مجال الطب القيام بهذا الاجراء ممكن باجراء الشقوق صغيرة في ابطي المريض قد لا يغطي التأمين الصحي بعض هذه الطرق العلاجية ويجب ان يتأكد المريض الذي لديه تأمين صحي ما اذا كان التأمين يغطي نفقات المعالجة قطع الودي ان هدف عملية قطع الودي هو قطع الاعصاب التي تتحكم بالغداد العرقية في اليدين تجرى هذه العملية في قسم العيادات الخارجية اي ان المريض يعود الى المنزل في اليوم نفسه بعد اجراء العملية وهي تجرى تحت التخدير العام مما يعني ان المريض سوف يغط في نوم عميق ولن يشعره باي الم يستخدم الطبيب في هذه العملية منظار يقوم بادخاله عبر شق صغير يجريه في الجلد وتسمى هذه العملية عندما تجرى بواسطة المنظار قطع العصب الودي الصدري عن طريق التنظير يقوم طبيب التخدير في البداية باجراء التخدير العام ويضع للمريض في اثناء العملية انبوب للتنفس وهو انبوب خاص يسمح لطبيب التخدير باستخدام رئة واحدة فقط لتنفس المريض في حين توقف الاخرى مؤقتا يقوم طبيب التخدير بعد ان ينام المريض بوقف عمل احدى الرئتين وافراغها من الهواء وعندها يفتح الجراح شقين صغيرين في الابط في الجهة نفسها ثم يدخل الجراح منظارا صغيرا عبر احد الشقين الى منطقة الصدر والمنظار هو اداة طبية اذخا من مصاصة العصير بقليل ويوجد في نهايتها الة تصوير وهي تتيح للطبيب ان يراقب ويرى بصورة واضحة الاعصاب والانسجة في اجزاء مختلفة من الجسم بصورة مكبرة يقوم الجراح في البداية باجاد الاعصاب الودية على جانب العمود الفقري وذلك بواسطة المنظار ثم يقوم بكي العصب باستخدام التيار الكهربائي عبر الشق الجراحي الثاني وتسمى هذه العملية تخثير السلسلة الودية وهي تجرى في موضعين الى ثلاثة مواضع عادة يقوم طبيب التخدير بعد ذلك باعادة الرئى في الجانب الاول الى العمل وايقاف الرئى في الجانب الثاني ويجري القيام بالخطوات نفسها في الجانب الاخر من الجسم يقوم طبيب التخدير باعادة الرئى الى العمل بعد ان ينتهي الجراح من عمله ويجري اغلاق الشقين بواسطة خيت ذاتي الامتصاص المخاطر والمضاعفات تحمل عملية قطع الودي بعض المخاطر مثلها في ذلك مثل اي اجراء جراحي يتعلق قسم من هذه المخاطر بالتخدير ويتعلق قسم اخر بالعمل الجراحي على وجه العموم ويرتبط بعضها بعملية قطع الودي على وجه الخصوص تشمل الاثار الجانبية للتخدير العام الغثيان والتقيق ومشاكل التبول وعض الشفتين وتهشيم الاسنان وتقرح الحلق والصداع اما المخاطر الاكثر خطورة للتخدير العام فهي النوبات القلبية والسكتات الدماغية والالتهاب الرئوي يناقش طبيب التخدير هذه المخاطر مع المريض بالتفصيل ويسأله عما اذا كان لديه تحسس تجاه ادوية معينة يمكن ان تتكون جلطات اي خطرات دموية في الساقين بسبب قلة الحركة خلال فترة ما بعد العملية وهي تظهر عادة بعد العملية ببضعة ايام وتسبب تورم الساق والمها يمكن ان تنتقل جلطات الدم من الساق وتذهب الى الرئتين حيث تسبب ضيق النفس والما في الصدر وربما الموت ايضا لذلك من المهم للغاية اخبار الطبيب في حالة ظهور اي من هذه الاعراض يمكن ان يحدث ضيق النفس احيانا دون سابق اندار ان مغادرة السرير بعد وقت قصير من العملية الجراحية قد يساعد على التقليل من خطورة تشكل الجلطات الدموية في الساقين تضم المخاطر المرتبطة بالجراحة العدوى والنسف والندبات الجلدية ولكن ينظر حدوث العدوى او النسف في عملية قطع الودي كما ان الندبات تكون صغيرة نظرا لاستخدام المنظار وتكون قريبة من منطقة الابطة اما المخاطر المرتبطة بعملية قطع الودي على وجه الخصوص فهي التعرق المعاوض ومتلازمة التعرق الذوقي وانخفاض معدل ضربات القلب واسترواح الصدر وانسدال الجفن يخصد بالتعرق المعاوض ان التعرق الذي توقف في اليدين قد يظهر في مكان اخر من الجسم كالصدر والبطن ويحدث هذا التعرق عند معظم المرضى ويكون خفيفا عند اغلبهم وهم يتحملونه بسهولة ورضى كبديل اخف وطأة من التعرق الراحي الشديد اما التعرق الذوقي فهو يظهر عند تناول انواع معينة من الطعام او شم رائحتها ويحدث هذا التأثير الجانبي بشكل نادر بعد عملية قطع الودي ولكنه قد يظهر عند بعض المرضى على كل حال قد يعاني بعض المرضى من خفاض طفيف في معدل ضربات القلب وذلك لان الاعصاب المقطوعة كانت تتحكم ايضا في ضربات القلب لا يؤثر خفاض معدل ضربات القلب في صحة قلب المريض او في خدراته ويمكن للمريض ان يستمر في القيام بجميع ما كان يقوم به قبل العملية يحدث احيانا ان تبقى كمية صغيرة من الهواء داخل جوف الصدر بعد اعادة ملء الرئى المتوقفة بالهواء ويسمي الاطباء هذه الحالة استرواح الصدر ينتص الجسم هذا الهواء في غضون بضعة ايام وليس هناك اية اثار جانبية على المدى الطويل ولكن ينصح الطبيب المريض بعدم السفر خلال هذه الفترة لان الهواء حول الرئتين قد يتمدد في المناطق المرتفعة ويضغط على الرئتين مؤديا الى مشاكل تنفسية اذا سبب استرواح الصدر ألما شديدا او مشاكل تنفسية فقد يقرر الجراح وضع انبوب في تجويف الصدر ولكن خارج الرئتين يدعى الانبوب الصدري وذلك لارتشاف الهواء المتبقي وينزع هذا الانبوب عادة عندما يغادر المريض غرفة العمليات وقد تستوجب الضرورة احيانا تركه حتى صباح اليوم التالي ومن المضاعفات الاخرى لقطع الودي الاصابة بالسدال الجفن او متلازمة هورنر كما يسميها الاطباء وهي مضاعفة نادرة الحدوث كما يحدث في حالات اكثر لدرة انعدام التعرق الوجهي وكسل او تلكء حدقة العين هناك مضاعفة اخرى ولكنها نادرة الى اقصى حد وهي اصابة احد الاعضاء ضمن الصدر كالشرايين او الاوردة او الرئاة او القلب وقد يضطر الجراح في حالة اصابة احد هذه الاعضاء الى اجراء عملية ثانية غير ان هذه الحالة نادرة جدا بعد العملية سوف يشعر المريض بالم خفيف في منطقتين الشقين الجراحيين كما ان الشعور بعدم ارتياح عام فالصدر امر طبيعي ويختفي خلال يوم او يومين عادة يجب سؤال الجراح عن كيفية العناية بالشقوق الجراحية ويعود معظم المرضى لممارسة اعمالهم بعد يوم او يومين من اجراء العملية قد يطلب الجراح من المريض مراجعته بعد العملية وعلى المريض الالتزام بهذا الموعد تتوقف الراحتان عن التعرق عند معظم المرضى بشكل دائم وقد يغيب تعرق الوجه او توهجه نهائيا عند بعض المرضى كما ان التعرق الغزير من القدمين قد يتحسن عند بعض المرضى ايضا يجب على المريض ان يتبع هذه الدلائل الارشادية للسيطرة على التعرق في اجزاء الجسم الاخرى بعد العملية اولا الاستحمام اليومي وتشفيف القدمين جيدا بعد الاستحمام ثانيا ارتداء الملابس المصنوعة من الخيوط الطبيعية والاحذية المصنوعة من مواد طبيعية كذلك مثل الجلد ثالثا عدم انتعال الحذاء نفسه يومين على التوالي رابعا خلع الحذاء او المشيحة في القدمين كلما كان ذلك ممكنا مما يسمح للهواء بالوصول الى القدمين خامسا استعمال مضادات التعرق ومزيلات الروائح على الابطين اذا اعجبك هذا الفيديو الرجاء الاعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة التعرق الزائد هو حالة طبية يسميها الاطباء فرط التعرق ويستطيع الناس الذين يعانون من فرط التعرق من الراحتين ولا يستجيبون للأدوية وغيرها من الاجراءات غير الجراحية اجراء عملية جراحية تدعى قطع الودي للتخلص الدائم من هذه المشكلة ان نتائج عملية قطع الودي فورية حيث يختفي التعرق من الراحتين عند معظم المرضى بعد العملية فورا ويخلص هذا الاجراء معظم المرضى من توخج الوجه المزعج والتعرق الوجهي ايضا وقد تخف غزار التعرق القدمين عند بعض المرضى ايضا ان لعملية قطع الودي بعض المخاطر كما هي الحال في اي اجراء جراحي اخر وقد تساعد معرفة المريض المسبقة بهذه المخاطر على اكتشافها والسعي لمعالجتها باكرا في حال حدوثها قد يعاني بعض المرضى من تعرق معاوض بعد قطع الودي ولكن العديد من المرضى يقولون ان ذلك يبقى بديلا مقبولا للتعرق الراحي الشديد الذي كانوا يعانون منه شكرا لاستخدامكم برنامج اكس بلين